فريق تيتنان يستخدم الجوكر في المسابقة التالية ليقلل من الفارق الكبير بينه وبين منافسه وستجرى هذه المسابقة في شوطين وشوط الأول من نصيب فريق شويبش كيموند بدأت المسابقة بفريق شويبش كيموند أليست هذه طريقة ضريفة لتخفيف الوزن؟ هكذا كانت أحوال العصور الوسطى ثم تعاد الكرة ويدخل صاحبنا المعصرة من جديد إن جمهور المتفرجين يجدون متعة كبيرة في متابعة هذه المسابقة نسيت أن أقول لكم إن الوقت غير محدد في هذه المسابقة ويفوج بها الفريق الذي يمر أعضاه الثلاثة عبر المعصرة في وقت أقصر لا قد أنهى فريق شويبش كيموند مهمته في دقيقة و54 ثانية والآن سنرى مدى تفوق فريق تيتنانغ في هذه المسابقة فقد استخدم فيها الجوكر كما تعلمون والآن إلى المعصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنه يجد صعوبة في سحب قدمي بل إنه يفقد ذرع ساقه أيضا مضى حتى الآن دقيقة و24 ثانية وهذا يعني أن على الفارس الثالث أن يمر عبر المعصرة في أقل من 30 ثانية لكي يتمكن فريق تيتنانغ من الفوز بهذه المسابقة لقد فاز بها فعلا بعد إنهاء مهمتي في دقيقة و46 ثانية أي أسرع من فريق شويبش كيموند بثمان ثوان وهكذا يفوز فريق تيتنانغ بأربع نقط وتصبح النتيجة سبع نقط لفريق شويبش كيموند مقابل خمس نقط لفريق تيتنانغ بعد قليل ستبدأ المسابقة السادسة من المؤكد أن النساء لم يسمح لهن بلعب كرة القدم في العصور الوسطى ولكن كل شيء ممكن ومسبوح به في مباريات تيليماتش إن هذه المسابقة الخاصة لا تقيم بالنقط وإنما تتيح الفرصة أمام الفريقين لنيل جائزة مالية لمدينتيهما أعتقد أن الفرصة سانحة أمامي الآن للتحدث إليكم قليلا عن المدينة التي تستضيفنا اليوم لقد تأسست مدينة شويبش كيموند في عام 1162 وقد اشتهرت فيما بعد كمركز لتجارة وصياغة المعادن الثمينة كالذهب والفضة واحتفظت بأمنيتها في هذا المجال طوال ستة قرون ولا تزال هذه المدينة تحتفظ بكثير من الأبنية الأثرية القديمة وأهمها الكاتدرائية الفخمة التي بنيت في القرن الرابع عشر هذا ويبلغ عدد سكان مدينة شويبش كيموند اليوم ستين ألف نسمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحد عشر هدفا لفريق تيتنانك أي أنه يفوز لمدينته بألف ومئة مارك أما فريق شويبش كيموند فإنه يفوز بألف ومئتي مارك لأنه سجل 12 هدفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا هو الوعاء الذي يصب فيه الماء وقد أضيفت إلى الماء مادة ملونة لكي يسهل عليكم التعرف على الفريق المتفوق ويفوز الفريق الذي يجمع كمية أكبر من الماء في الوقت المحدد بثلاث دقائق وسأستغل هذه الفرصة طبعا ليحدثكم عن المدينة التي أتى منها فريق الضيوف تقع مدينة تيتنانج في منطقة باباريا وذلك في منتصف المسافة بين مدينتي أولم ولندو وتعتبر المنطقة التي تقع فيها تيتنانج من أجمل المناطق الطبيعية الخلابة في ألمانيا ولهذا يقصدها الكثيرون من السواح والراغبين في الاستجمام وقد ساعدت السياحة على نمو المدينة بسرعة مدهجة وازداد عدد سكانها في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بنسبة ثلاثمائة في المائة ولمدينة تيتنانج تاريخ عريق أيضا ولكنه ليس بقدم تاريخ شفيبيش كيمونت وبها كثير من الأبنية القديمة وأهمها دار البلدية التي بنيت في القرن الخامس عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الماء التي جمعها كل من الفريقين والوعاء في المقدمة لفريق تيتنانك وحسب ما أرى فإن النتيجة واضحة تماما إذ أن مستوى الماء في وعاء شفيبشك موند أعلى منه في الوعاء الأمامي 21 سنتيمترا من الماء لفريق تيتنانك و24 سنتيمترا لفريق شفيبشك موند الذي يفوز طبعا بنقطتي هذه المسابقة فتصبح النتيجة 9 نقطة لصالح فريق شفيبشك موند مقابل 5 نقطة لفريق تيتنانك ونحن الآن 9-5 لفريق شفيبش موند شكرا لفريق شكرا لفريق شكرا لفريق شعر